حضر رئيس مجلس إدارة صندوق زيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي بالعاصمة عدن المهندس معين الماس معرض عدن الأول للإعمار والبناء الذي جرت تدشين افتتاحه في البساتين مديرية دار سعد بالعاصمة عدن وطاف معين الماس على أقسامه وأجنحة المعرض الذي يشارك فيه عدد من الشركات والمؤسسات التجارية ذات الاهتمام والعلاقة بالبناء والإعمارة مبدئان إعجابه بالمعروضات المقدمة من الجهات المشاركة والتي تبرز إسهاماتها في مجال الإعمار والمشاركة في دعم المشاريع التنموية من خلال ما تقدمه كل جهة واختصاصها هذا وطلع الماس بمعية عدد من الاستشارين ومدراء العموم بالصندوق على جهود الجهات المشاركة من المؤسسات التجارية والشركات الاستثمارية ترجمة نانسي قنقر